يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد ألا وإن من أدركها منا أدرك تلك الفتن هكذا يقول أمير المؤمنين يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين إنه الحجة بن الحسن ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل هنا يأتي التوفيق والتسديد المهدوي تجلى تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء والصبوح عند الصباح الغبوق والصبوح العرب العرب الذين يسكنون البوادي يسكنون الصحاري يشربون حليب الإبل قبل طلوع الشمس فهذا هو الصبوح ويشربون حليب الإبل بعد غروب الشمس وهذا هو الغبوق الصبوح شراب حليب الإبل قبل طلوع الشمس والغبوق شراب حبيل والغبوق شراب حليب الإبل بعد غروب الشمس هكذا كان العرب من سكان البوادي يفعلون أما المتحضرون في المدن وأصحاب الأموال فكانوا يشربون الخمرة في مثل هذه الأوقات فيشربون الخمرة قبل طلوع الشمس الذين يفعلون هذا يسمون هذا بالصبوح ويشربون الخمرة بعد غروب الشمس الذين يفعلون هذا منهم يسمونه بالغبوق وأصل القضية هي أن العرب كانوا يشربون حليب الإبل في هذه الأوقات ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استعار هذا المعنى استعارة بلاغية ويغبقون ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانه صباحا ومساء في الوقت نفسه الذي يتشوقون إليه في هذه الأوقات توقعوا توقعوا الفرج صباحا ومساء هذه أوقات تشوقهم لإمام زمانهم توقعوا الفرج صباحا ومساء فهنا يأتي الغبوق ويأتي الصبوح لكن لا هو من خمر أهل الدنيا ولا هو من حليب أهل البادية هذه أوقات تشوقهم لإمام زمانهم توقعوا الفرج صباحا ومساء فهنا يأتي الغبوق ويأتي الصبوح لكن لا هو من خمر أهل الدنيا ولا هو من حليب أهل البادية من حليب النياق إنها حكمة مصفات منقات من إمام زماننا من حكمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا الجزء الأول من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ميتين وسبعة الحديث الحادي عشر بسنده عن أبي بصير بسند الكليني صاحب الكاف عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال طاعة الله ومعرفة الإمام هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة في منطق علي وآل علي هذه هي الحكمة بحسب قواعد التفهيم عند علي وآل علي لا شأن لنا إن كان هذا المعنى ينسجم مع اللغة أو كان ينسجم مع مصطلحات الذين يقالوا لهم الحكمة لا شأن لنا بذلك هل كان هذا المعنى يأتي منسجما مع اللغة أم مع مصطلحات أهل المصطلحات اللغة لها شأنها وأهل المصطلحات لهم مصطلحاتهم لهم شأنهم ما لنا وللناس ما لنا وللناس يا بقية الله مثل ما قال أصحاب الأئمة للأئمة ومثل ما قال الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم لإمامنا الصادق حينما دخلوا عليه صلوات الله عليه ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم والله نأخذ ما لنا وللناس فهذا هو معنى الحكمة بحسب قواعد التفهيم التي أشرت إليها قبل قليل حينما قلت لكم من أن مراجع حوزة الطوسي لا يعرفون قواعد التفهيم لأنهم هجروا هجروا حديث علي وآل علي هذا مثال من أمثلة قواعد التفهيم كيف نفهم الحكمة التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم هذا هو فهمها وهذا هو شرحها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال صلوات الله عليه طاعة الله ومعرفة الإمام هذا هو ديننا الذي تعلمناه من صادق العترة الطاهرة هذا هو دين محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في الغديرين في الغدير العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي تجلى تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه الأبصار أبصار القلوب مثل ما يقول إمامنا الصادق إنما شيعتنا أصحاب الأربع ماذا يقصد بذلك إنها أربع عيون عينان في الرأس وعينان في القلب العينان اللتان في الرأس للدنيا كي نستطيع أن نعيش في الدنيا وكي نوائم بين ديننا ودنيانا وكي نوظف دنيانا في خدمة ديننا وكي ننتفع من ديننا في أن نعيش حياة سعيدة في الدنيا سعيدة لا بموازين الناس بموازين الحجة ابن الحسن فإن السعيد حق السعيد فإن السعيد حق السعيد هو الذي يوالي الحجة ابن الحسن هو الذي يوالي علي وآل علي صلوات الله عليهم تلك هي السعادة الحقيقية التي أتحدث عنها فعيناني في الرأس للدنيا وعيناني في القلب للدين والإيمان واليقين فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عينيه اللتين في قلبه وإذا لم يرد به خيرا جعله يسير في الأسباب التي ستعمي عينيه اللتين في قلبه سيبقى ناظرا بعينيه اللتين في رأسه ولن يرى شيئا بعينيه اللتين في قلبه لأنهما قد طمسة تجلى بالتنزيل أبصارهم هذه أبصار القلوب أبصار العقول ويرمى بالتفسير في مسامعهم إنها مسامع عقولهم ومسامع قلوبهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذه النتائج النهائية لطريق محمد وآل محمد في تحصيل المعارف البداية أن نتمسك بالعمودين فحينما نتمسك بالعمودين إنهما الكتاب والعترة حينما نتمسك بالعمودين نتدبر فيهما نتعمق فيهما نتفهم المعارف التي وردت فيهما ننظم عقولنا وقلوبنا وفقا للقواعد التفهمية التي وردتنا عن علي هذا علي يفهمكم بعدي فإذا ما سلكنا هذا الطريق فإن العاقبة وحق الزهراء هي هذه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من أخلص لله أربعين صباحا أربعون صباحا فقط من مراد من الإخلاص الإخلاص هو حقيقة الإسلام ما معنى الإسلام هم يعرفون لنا الإسلام هذا من جملة قواعد التفهيم أيضا ما الإسلام عند علي وآل علي الإسلام هو التسليم التسليم لمن التسليم لمحمد وأهل محمد وبالدقة في زماننا التسليم لقائم آل محمد هذا هو الإسلام الإسلام هذا هو تعريفه الإسلام التسليم لقائم آل محمد هذا هو تعريف الإسلام مضمونه حقيقته الإخلاص فهذا هو الإخلاص من أخلص لله أربعين صباحا من أخلص لإمام زمانه من جعل عقله في خدمة إمام زمانه من جعل قلبه في خدمة إمام زمانه مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو يوم ميلاده الشريف حينما سأله عن القائم وعن ولادته وأجابهم بالنفي سأله هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لو أدركت أيام إمامته مثل ما أدركنا نحن أيام إمامته في زمان غيبته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي والتسليم هو الإخلاص ومر هذا الكلام علينا مر الكلام علينا في أن القلوب المنكسرة بداية سيرها من التسليم والتسليم هو الإخلاص ويترق إلى السالمية التي ترتقي بالإنسان إلى الخلوص فصاحب الخلوص هو المخلص وصاحب الإخلاص هو المخلص من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فما بالكم بصاحب الخلوص صاحب الإخلاص هكذا يكون فما بالكم بصاحب الخلوص الذي هو في أعلى درجات السالمية وسالمية أعلى بكثير من التسليم هذا مناهج معارف أهل البيت وهذه عاقبة أمر الذين يسيرون في هذا الطريق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح وحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم سؤال مهم هل وجدتم مرجعا من مراجع حوزة الطوسي بهذه المواصفات حدثوني اخبروني من منهم تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من يحجون سربتون وحتى الذين يتقنون العربية منهم من العربي أو من غير العرب ممن يتقنون العربية إذا ما تكلموا حجيهم خرض وأبعد ما يكون عن إمام زمانه من يحجون مسلتون وحينما يتكلمون يتأتئون أهيت قبيحة هذه وأية عورة هذه لا شأن لي بهم لكن ذلك يدل دلالة تامة على أنهم ما هم من أصحاب هذا المنهج لا يأخذون معارفهم من طريق أهل البيت لأنهم إذا أخذوا معارفهم من طريق أهل البيت عاقبة أمرهم هذه هي ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيامي قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هذا الطريق الذي أحدثكم عنه الذي أشار إليه هذا التوقيع المهدوي الشريف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا طريق أهل البيت طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا شيء يسير من ملامحه هذه البيانات التي ذكرها سيد الأوصياء وقرأتها عليكم من نهج البلاغة الشريف هذه البيانات بيانات إجمالية وهذا الإجمال له تفصيل كثير إن كان في سائر كلام أمير المؤمنين أو كان في سائر كلامهم في رواياتهم في أدعيتهم في زياراتهم في مصادر علمهم ومصادر علمهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه هي مصادر علمهم ولا يوجد شيء وراء ذلك هذا الطريق قد يكون صعبا في حيثية من الحيثيات لكنه يكون سهلا في حيثية أخرى هذا الطريق قد يكون موحشا في حيثية من الحيثيات لكن الأنس كل الأنس فيه إنه طريق مؤنس مثل ما هو طريق موحش تلك هي الحكمة وحيثياتها فهو طريق عسير صعب وهو طريق يسير سهل وهو طريق موحش مخيف وهو طريق مؤنس يبعث الأمان والراحة والهدوء في العقل والقلب هذا الطريق طريق مر لماذا؟ لأن الحق مر لكن مرارة الحق تبعث على الطهارة وعلى النظافة في العقول والقلوب حلاوة الباطل وبيئة قذيرة الباطل حلو لكن حلاوة الباطل وبيئة هم يصفون الباطل بأنه حلو وبيئ هذه كلماتهم ما هي كلماتي؟ أنا أعيد صياغتها بحسب التعابير التي تناسب حديثا في برنامج تلفزيوني وإلا كل هذه المضامين التي أضعها بين أيديكم هي أحاديثهم ما جئت بشيء من عندي أنا أعيد صياغتها بما يناسب تقديم برنامج تلفزيوني هذا الطريق تحول فيما بينه وبين الوصول إلى مدارج النجاح فيه مجموعة من المخاطر مجموعة من السموم أقرأ عليكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لسيد بن طاوس رحمة الله عليه المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق الطبعة الأولى إيران في صفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه دعاء للحجة بن الحسن دعاء للحجة بن الحسن ولأنصاره أيضا ماذا يأتي في هذا الدعاء صفحة 313 وَلَا تَبْتَلِنَا وَلَا تَبْتَلِنَا صاحب الأمر يحتاج أنصارا في غيبته ويحتاج أنصارا في ظهوره لا يحتاج لنفسه فالإمام لا يحتاج شيئا الإمام لا يحتاج إلا الله وإنما يحتاج وإنما يحتاج لمشروعه وحاجته لمشروعه لأجلنا لأجل الخلق لأجل البشر لأجل الجن لأجل الملائكة لأجل كل المخلوقات الكثيرة في هذا العالم الوسيع الفسيح هناك الكثير والكثير من المخلوقات التي سعادتها وحياتها ونجاتها في المشروع المهدوي الأعظم ولا تبتلنا في أمره بالسعمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك ولا تستبدل بنا غيرنا ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير إنك على كل شيء خدير نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم المضامين التي ذكرها الدعاء الشريف المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه المضامين بحاجة إلى بسط في القول تحددت عنها في برامج سابقة ولكنها بحاجة إلى حديث طويل الذين يريدون يريدون نصرة إمام زمانهم الذين يريدون خدمة إمام زمانهم الذين يريدون التمهيد لإمام زمانهم صدقوني لا يوجد شيء في الدنيا يستحق أن يهتم له الإنسان إلا هذا ما هو الشيء الذي يستحق أن نصرف أوقاتنا لأجله ما هو الشيء الذي له قيمة وتبقى قيمته فيه أحب الناس إلينا سيموتون ونحن سنموت أغلى الأشياء التي نمتلكها إما أن تفسد وإما أن نخسرها وإما أن نموت ونتركها وإما أن نموت ونتركها كل شيء سيتلاشى عند لحظة الموت لحظة الموت أكان الإنسان محسناً أم كان مسيئاً لحظة لا مجال للمزاح فيها أكنا محسنين أم كنا مسيئين أكنا نموت على عاقبة حسنة أم كنا نموت على عاقبة سيئة لحظة رهيبة لا مجال للتراجع فيها ولا مجال لإعادة الحسابات ولا مجال لتغيير المسارات إنها لحظة خصوصاً إذا جاءت بنحو مفاجئ كبسة زر وينتهي كل شيء كل شيء كل شيء سيطوى كل اهتماماتنا ستنتهي كل مخططاتنا ستزول لا يبقى شيء بأيدينا نستطيع أن نأخذه معنا ونحن نعبر الجسر إلى الجهة الثانية التي لن نعود منها لن نعود إلى الجهة الأولى لن نستطيع أن نحمل معنا شيئاً لا من حب عوائلنا ولا من حب أصدقائنا ولا من كل شيء كنا نحبه إننا سنترك كل شيء وراءنا الشيء الوحيد الذي نأخذه معنا إذا كنا نمتلكه الشيء الوحيد خدمتنا لإمام زماننا حتى لو كنا نمتلك دقائق لكنها في خدمة صادقة في خدمة بحسب موازينهم لا بحسب موازيننا والله لو كنا نمتلك دقائق من عمر يستمر إلى ثمانين وإلى تسعين سنة لو كنا نمتلك دقائق من هذا العمر في خدمة الحجة بن الحسن ولكن بحسب موازينه لا بحسب موازيننا لو كنا نمتلك دقائق ستكون سببا لنجاتنا سببا لسعادتنا هذه العناوين التي ذكرها الدعاء الشريف هذه مخاطر هذه أمراض أوبئة هذه سموم تحول فيما بيننا وبين أن نواصل السيرة في طريقهم بشكل صحيح ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل هذه كوارث أمراض ونحن هذه كوارث وأمراض ونحن لا نصاب بها من دون سبب هناك سبب وسبب منا بل هناك أسباب هي التي تؤدي بنا أن نكون على هذا الحال أن نسأم خدمة إمام زماننا أن نصاب بالكسل صدقوني منذ الثمانينات منذ الثمانينات وأشريطتي موجودة على الإنترنت منذ الثمانينات وأنا أردد هذا الكلام من أن مشكلتنا الشيعية الكبرى فقدان الحماس العقائدي كنت أرددها دائما من أن صداما ليس مشكلتنا الكبرى صدام وحزب البعث مشكلة من مشاكلنا مشكلتنا الكبرى إن عدام فقدان الحماس العقائدي وكانوا يقولون عني من أن ني بعثي عميل بعثي وأريد أن أثبت عزائم المجاهدين بهذا الكلام وأريد أن أقدم خدمة للصداميين والبعثيين صدقوني هكذا كانوا يقولون عني فقدان الحماس العقائدي هو الذي يؤدي إلى هذه الأوصاف وَلَا تَبْتَلِنَا فِي أَمْرِهِ بِالسَّأْمَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَتْرَةِ وَالْفَشَلِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينَكَ وجم Academic لن أكون سبباً لph Rocm وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينَكَ وتعز به نصر وليك إنه نصر للحجة بن الحسني في زمان غيبته وفي زمان ظهوره ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير إنك على كل شيء قدير إذا تحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الثالث فذلك هو الاستبدال أمر خطير جدا فهذه الأحوال هي التي ستؤدي بنا إلى أن نكون سببا في أن السيناريو الثاني سيطوي صحائفه وسيتحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الثالث فقدان الحماس العقائدي يؤدي إلى هذه العناوين إلى السأمة وإلى الكسل وإلى الفترة وإلى الفشل وبعد ذلك يقودنا إلى الاستبدال ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير الاستبدال قد يكون فيما بين آدميين وآدميين وقد يكون فيما بين آدميين وملائكة فيما بين آدميين وأصناف من الجن فيما بين آدميين وساعر المخلوقات الأخرى التي هي في هذا الفضاء الوسيع الفسيح الذي لا نعرف أوله ولا نعرف آخره فحينما نفتقر إلى الحماس العقائدي ستحل هذه المضامي وإنما نفتقر إلى الحماس العقائدي حينما نفتقر إلى العقيدة السليمة حينما نفتقر إلى المعرفة السليمة حينما نفتقر إلى الفقه السليم حينما يكون فقهنا فقها طوسيا فإننا نفتقر إلى الفقه السليم حينما تكون عقائدنا عقائدا طوسية حوزوية نجفية فإننا نفتقر إلى العقيدة السليمة هذا هو الفارق بين القلوب القاسية التي ستجعل الواقع الشيعية يتحرك باتجاه السيناريو الثالث وبين القلوب المنكسرة التي ستؤدي خدمتها لإمام زمانها في إحياء أمره والتمهيد لمشروعه العملاق وهذا لا يتحقق إلا عبر أخذ المعارف من طريقهم طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذا هو الذي قصدته من أن الكلمة الذهبية هذه هي خلاصة لكل ديننا هي جوهرة لكل عقيدتنا هناك الكثير من المطالب التي بودي أن أطرحها عليكم ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت الذي يجري سريعا وأشعر به أنه يجري سريعا جدا نذهب إلى فاصل ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته عن زرارته عن أبي جعفر باقر العلوم صلى الله عليه قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته موضوع الحماس العقائدي موضوع ستراتيجي جدا في علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فلم يبقى عندي من الوقت إلا القليل وهذا موضوع واسع مضطرد يمكنكم أن تعودوا إلى برامج المختلفة فإنني قد تحدثت عن هذا وقلت لكم إنني منذ بداية الثمانينات وخلال التسعينات وخلال التسعينات وأنا أتحدث عن هذا الموضوع عن أن المشكلة الشيعية الرئيسة الكبيرة الأولى هو فقدان الحماس العقائدي فالعقائد التي تعلمناها من حوزة الطوسي عبر علم الكلام هذه العقائد خالية من الروح خالية من المضمون المحمدي العلوي خالية من حلاوة الإيمان مجموعة مصطلحات ناصبية قذرة ومجموعة قواعد جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة ونسجوا لنا خارطة عقيدة باطلة من هنا فإن منظومة العقائدي الشيعية خالية من الروح فمن أين يأتي الحماس العقائدي هذا موضوع كبير كما قلت لكم لكنني أذكر الذين يعدون أنفسهم خدما في هذا الطريق في الطريق المهدوي أذكرهم من أننا جنود ولسنا قادة لا تفكروا بتفكيري أنكم قادة حتى لو لم تستعمل هذه الألفاظ الفارق بين الجندي والقائد ما هو الجندي يؤدي المأمورية على أحسن وجه ولا علاقة لا علاقة له بالنتائج ليس مسؤولا عن النتائج هو مسؤول عن أداء عمله بحسب التعليمات المسؤول عن النتائج هو القائد فلربما بحسب مخططات القائد النتيجة لا تحصل من هذه المأمورية ولا من مئة مأمورية وإنما ستحصل بعد ذلك وهذه المأموريات بمثابة مقدمات لمقدمات أخرى فلا تفكروا بحصاد النتائج فكروا أنكم عبيد أنكم جنود أنا وأنتم جميعا نحن لسنا قادة القائد هو إمام زماننا فقط نحن جنود نعم إذا كانت المأمورية معقدة كبيرة فإن المسؤول عنها لا بد أن يكون قائدا في تلك المأمورية لكنه قائد للمأمورية فقط ليس مسؤولا عن النتائج هو قائد لأن المأمورية معقدة بحاجة إلى تخطيط بحاجة إلى إدارة في بعض الأعيان وبحاجة إلى قيادة القيادة غير الإدارة لكن القائد لا بد أن يكون مديرا وإلا ستكون قيادته ناقصة المدير ليس بالضرورة أن يكون قائدا لكن القائد إذا لم يكن مديرا ناجحا ومديرا مدبرا فإن قيادته ستكون ناقصة القائد الحقيقي هو إمام زماننا هو الذي يحدد موسم الحصاد وهو الذي يحدد وقت استخراج النتائج أما نحن نحن جند إذا كنا نفكر بالتحصيل على النتائج ونضع زمانا معينا وحينما يأتي ذلك الزمان ولا نحصل على النتائج بل ربما نحصل على ما هو عكسها سنصاب بالسأمة والملل والفترة والكسل والفشل والضجر إلى غير ذلك من هذه العناوين التي ستمحق عملنا وستحولنا إلى أناس بائسين ويائسين أنا صحيح أقول من أن الواقع الشيعية يبعث على اليأس لكنني لا أربط مصيري به ما علاقتي بهذا الواقع أنا أربط أربطي بواقع إمام زماني صلوات الله وسلامه علي وأنا جندي في خدمته ما أعرف أنه يريده صلوات الله عليه من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق حديثهم المفهم بتثهيمهم ما أعرفه من هذه المصادر أن هذا يريده إمامي فهذه مأموريتي سأنفذها بقدري ما أستطيع على أحسن وجه لست قائدا لا أبالي بالنتائج إذا باليت بالنتائج فإنني سأصاب بكل هذه الأمراض التي مر الحديث عنها الوقت صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في عمال الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر